موسيقى رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل و معانا الان بالستوديو الموهوبة نور الريازم مساء الخر يا نور مساء البرد هلا كيفك تمام الحمد لله شو الاخبار والله تمام انت كيف اخبارك تمام كيف الجو احكي لنا لا يوصف يعني نور انك انت اجيتي وانساك النور بعيدة من هون يعني بعيدة كتير اوه يعني انه نور واجت عنه على الستوديو بهذا الجو بهذا الشوف احنا شكرا اليك والله انا الممنوني لوجودي معاكم حبيبتي الله يسعدك يا ربي نور عارفين عن حالك بدقيقة واحدة انا و المشاهدين تمام انا نور محمد جميل الرازم من جامعة الزيتونة بدرس تخصص اللغة العربية طالب جامعتي برنامج لازم نغيره سوال في امل لسوال في الزيتونة انا بدرس لغة عربية في جامعة الزيتونة عندي موهبة الالقاء بحكي القاء بالعامي وبحكي القاء بالفصحة ما شاء الله عنك تفضلي كنت تحب تضيف اشي؟ اه لا تسمعينا بدالتا شرائك اشي اول اللقاء اه تمام ستختم التليفون اكيد هلا رح احكي اشي بالعامي لاني بعثت اه اه عنا فيديوهات هنشوفهم اه اه بزايا اه الحمد لله انه ما استجب عمره ما حد فينا كان يتخيل انه ممكن يحكي هيك خصوصا بعد فترة طويلة وحاح شديد في الدعاء بعد فترة ربنا بيكشف قدامك كل الورق كأنه بيحكي لك شوفت انا ليش ما استجبت ساعتها ساباتك بتتغير وتدخل ارادة ربنا بقلب لك كل الموازين بتحس لطف ربنا محاوطك من كل ناحية فعلا العبد بالتفكير والرب بالتدوير رب الخير لا يأتي الا بالخير الحمد لله ألف مرة انه نجاني ومستجاب لكتير شغلات انا كنت بدعيها زمان انا عارفة يا رب انك بتحميني وراح تعوضني يا رب العوضة الحلو بكل اشي يا رب بداية احكي لنا نور كيف عرفت انه انت صاحبة موهبة هلا احنا في تخصصنا مجموعة بنات فكانت في واحدة بيننا بتلقي اذا تعرفيها بيان ابو ذريع تمام فبتقولي نور انت عندك صوت حلو وهيك فبتقدر انك تحكي قلت لها راح اجرب والله اجربت بس كلام مو كلامي كلام صاحبيتي اللي هي جودي تمام جربت اول مرة حكولي كتير حلو لقيت دعمي كتير 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 كان لطيف اول اشي من اهلي من صاحباتي من ابوي امي كتير كان لطيف انه في يعني في نبذة او امل شوي انه في واحد يطلع شو من موهبته كان هذا اكتير الاشي دعم الي انه ابلش في هذا الاشي حلو ان الواحد يعرف شو موهبته شو انه يكتشفها بس هون بلشتي وعرفتي هاد الحكي من متى تقريبا بداية الجامعة انا هلا سنة ثالثة يعني اللي سنتين سنتين تقريبا طيب احكيلي كيف دور الاهل بيكون بتحفيز ابنتهم او ابنهم عموهب معينة هلا يعني لما يكون عندك اهل مثل اهلي الحمدلله عليهم اول اشي كتر بتفرحي لانه اول اشي بيعطوكي داعم اول اشي معنوي بعدين يعني اي اشي انت تطلبين موفر لك كان كتر انه حلو انه يعطوني دفعة امل انه انت قادرة قادرة انك تعطي قادرة انك تسوي انت مش بس نور كنور انت عندك انك تعطي اشياء كتير كتير اشي حلو هاد الحمدلله نور يا نور احكيلي هلا كانت بلشتي احنا عم نلاحظ بمجتمعنا فيه يعني افت التنمر ما بتخلص صحيح صحيح احكيلي كيف تتعاملي مع الناس متنمرين سواء على السوشال ميديا سواء على الواقع بالجامعة بالعيلة بشكل عام هسا انا شخصية اجتماعية كتير تمام فما بوجه هذا الاشي كتير غير انه احيانا انا اللي بتنمر بش انناسي تنمر علي بس انا مش تنمر انا مزح بس في بعض الناس تعتبرها انه تنمر بس هو مو تنمر يعني هو اشي حلو بما انه فتحتي هذا الموضوع حلو نفتحه نتناقش فيه نور المزح يعني بتكوني لما تمزحي بتكوني متأكدة ان الطرف اللي قدامك عم بتقبل مزحك ولا تمزحي بتقولي يلا يا مسحن لا طبعا كل شي بيحدوده حلو يعني بيكون شو بيحكوها اخوه دقاطي هيك يعني يعني حلو الواحد يمزح بس برضو بحدود اني تكون عارف شو حدوده بين الطرف الاخر اكيد طيب كنور انت بتقولي اجتماعية وشخصيتك من انت صغيرة هيك ولا ممكن الانسان تكون شخصيته خجولة او يكون عنده ضعف بالشخصية وممكن انه يقويها الموهب تقوي او هو يعني هو يقوي الموهبة احكيلي كيف انتبعك هاد الاشي حس انا ما اعتقد اني ما كنت بيوم الشخص اجتماعي انا دايما طول عمري شخصية اجتماعية فما عمري واجهت اني ادخل بي او انه لأ وابعد عن الناس وهيك لا ابدا الحمدلله اني كن دايما الشخصية اجتماعية هو له شخص يعني له ايجابيات له سلبيات صحيح طيب نور كمان كندي اسألك بالجامعة بيدعموك سواء دكاترا سواء ادارة الجامعة طبعا هلا انا ما طورت نفسي الى اني اوصل لادارة الجامعة بس كان يعني على حدود دكاترتي كتير بيدعموه بما انك شفت سيرة التطوير احكيلي كيف الانسان بطور حاله كنور قبل سنتين لما اول ما تكشفت قامل بتها ونور هلا وهي قاعدة قدامي كيف طورت حالي عن طريق انك دائما تسعي للافضل مش انه خلص انا عملت اشي واحد وانه اوقف على لا لازم اني اطور من حالي اني اقدر اني اعطي شو هي كمان عملت برامج للاطفال اللي هي انك تحكي بلغة اطفال عشان توصلين لهم المعلومات اسرع فهذا برضو اشي حلو تغيين عن الاشي اللي انا بعمله بالاساس فحلو الواحد انه يعطي اكتر ما هو يعني اكتر ما يبيحب اكيد نور عنا فيديو لنور نشوفه مع بعض ونرجعلكم طيب شفت مكتوب انه اجمل خلفية شعر صحيح ولا مسابقة او اشي معين لا 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 ما دخلتي طب احكيلي جربت ان تدخلي مسابقات صراحة لا لحد الان لا يعني مكتفي اللي انا فيه على انه على الفيس انستجرام وواتس انه الناس اللي حوالي تدعمني بس لسه ما طورت اني ادخل في مسابقات حابة هذا اشي اه طبعا كتير حابة حتى حابة اني ااخد يعني انا عندي اكتر من ميور لشغلات يعني مثلا الخط التصوير اه بتحب التخطير اه اه فيه كتير شغلات وفيه كمان اني حابة ادخل دورات اذاعة وتلفزيون يعني فيه كتير شغلات في بالي ان شاء الله يعني عن قريب شوفي كيف الانسان بحلامه نور الارادة والاشي اللي حوالينك يدعمونك كتير اه والناس اللي بتحبطك هاي تكون انها درجة لتساعدك ما تقلل من قيمتك ابدا لانهم بالنهاية هم شايفينك انسان عادي زيهم وزيك يعني زينا زيه بس لا ان انتي لازم تكوني شخصية غير شخصية غير ما شاء الله عنك نور طيب وكمان بالاستمرارية صح او لا بالضبط يعني الانسان لو نور انتي ما كل فترة بتعمل اشي بتلقي اشي كان موهب اندثرت زمان صحيح؟ صح طيب نور احكيلي كلمة شكرا لمن تحكيها شكرا لكتير معصو الله بداية اهلي قلتلك يعني الحمدالله عليهم ثاني اشي صحباتي في كمان معلمة بشكرها من كل قلبي انه هي كانت سبب في دخولي الى تخصص اللغة العربية واني اواصل في هذا الاشي تخلتي عن تحب نور؟ اي لا ما كنت مقتنعة في اشي عربي بس سبحان الله الحمدالله اني بشكر الله اني دخلت تخصص اللغة العربية كتير اشي ممتعة حلو بتحب العربية والتخصص العربي خلينا نحكي ادوات اللغة العربية وهي الاشياء حسه بداية لا ما كنت احبها حتى في مرة طلعت بحكي للدكتور اني دكتور اذا الواحد مش قادر انه يغير تخصصه شو يعمل؟ فانا داني على مكتبه وقعد يحكيلي طبعا احنا معرضين فكرة انه مش معرضين فكرة بس انه خلص انه طلعلك تخصص علي بخلص انه تضلك فيه فكان صعب علينا انه نغير من تخصص لتخصص فضلتني فيه بعد هيك الدكتور بحكيلي لا انت مشو الله عليكي انه فيه امل انك تطلعي فيه امل انك تكوني اه فيه يعني فيه نور حتى انا ما بحب اكون هامش ابدا هذا كتير الاشي بداي اني حب اني اكون موجودة وما كان اسم عمسمة صحيح؟ الحمدلله اه بس يعني نحكي انه ان لم تفعل ما تحب فاحب ما تفعل بصب فانتي ما حبيتي العربي بص العربي حبك فبرجاتي حبيدي صح؟ بالضبط هي هاي التبادلية التبادلية بصب طيب نور احكينا كلمة اخيرة منك لكل الناس اللي عم بتشوفنا هلا احكي كلمة اخيرة للبنات نصيحة بحب دائما انه لما يكون معي حدا شخصية قوية متحدث يحكي كلمة انه في كتير ممكن يتأثروا من اي كلمة انت هلا بتحكيها صح هلا بداية يعني بداية ونهاية بنفس الوقت ما توقفي عند اشي بسيط يعني خلي دايما طموحك اكبر خلي عندك ارادة اكتر لانه يعني صراحة ما حد رح يطلعك غير نفسك ما رح حد يدعمك غير نفسك يعني اذا ما كنت انت قد الاشي اللي انت بتعمليه صراحة خلص يعني بتصري هامش باختصار بس حلو الواحد انه يطور من حاله يطور من نفسه يكون بذاته شخصيته نفسه هو يكون مثمر يكون منتج صح ولا لا لمجتمعه يكون محسن كنت عم بحكي بالاحسان قبل ما نطلع نقط نصدفك معنا بالستوديو كنت عم بحكي للناس قدي قيمة الاحسان احنا هلا عالية وقدي لازم نعزز لهذا الاشي بانفسنا وللانسان اللي قدامنا ونعطي كل يوم درس انه كيف الاحسان بيصير وكيف الاحسان بتعمق فينا سواء احنا نهذب انفسنا عليه وكمان نهذب الناس اللي نتعاملهم يوميا او لنتقيهم يوميا صحيح ولا لا صحح شكرا لوجودك معنا اليوم نور شكرا لوجودي معكم الله يسعدك يا ربي نور الرازم تحياتي الي كل العائلة اللي شكرتها كتير الله يخيلك ياهم حبيبتي الله يسعدك يا ربي تكبري يوم بيوم قدامهم بعيونهم يا ربي يضلوا حطينك حبيبتي وصلنا معكم لاختام حلقتنا اليوم شوفونا يوم السبت في نفس الساعة ونفس التوقيت معي انا امال قطامي شوفوني يوم السبت مع السلامة اشتركوا في القناة